أجلسا أحجائكم بأسفاقات بسهوه أعطا محمد حارون إدريس أهلا بكم في بسهوه ونشكركم على المشاركة والتفعيل الآن نضع هذا نيسان autism 2015 لدينا ركال زادر ميت قبل الترازم ستكلم ولكن يقول اليدار قد يترك هنحنا عملنا ركال زادر قد والرست يقول أنه بقال زادر قد رجعها فماعرفين اي سبب فخلينا ساوي النمشي نفحص على السيارة لابدنا نقوم بإيجادة فريس لنرى ما الذي حدث سألقل هنا نضغط على هذا الشيء نحن نقوم بإيجادة الزكار نبحث السيارة ونرى لانه يقوم بإيجادة فريسة لابدنا نقوم بإيجادة هنا نقوم بإيجادة ومن ثم الفحص ومن خلاله أريد أن نعرف ليه الجدر جاه نريد أن نعرف لماذا الجدر قد ترى الانتقال مرة أخرى أو الانتقال مرة أخرى طيب السيارة متحركة هل الهاتف تحرك بسيطة دعونا نرى هل الهاتف تعمل بسيطة السيارة تعمل بسيطة ويقول لما يمشي بعد مسافة شوية بعد 45-50 مائل في القطاع وفي بعض الهاتف يقول لديه كثير من قطاع اشتركوا في القطاع اشتركوا في القطاع اشتركوا في القطاع نرى الصفحة سترى المفرحة اشتركوا في القطاع نريد أن نرى المفرحة ونرى المفرحة لنرى بسيطة this happen this is the jetter quote come back again الجديد رجاء what is causing that? it could be some problem inside the transmission إذا قلت للمشكله على المشكلة في القطعة أنا أحمسا الدعم لأسفرق سأأفورد العمل سأفعل الإبضاء إطلاق أنير بالرحلة والنقول على الشيء سأعطي الموضوع سأجلب الزيب سأقوم بإطلاق الثاني ن snatch ccoma نختار الكود هنا ن flush one سوف نفتحه تقريب و نكتبه ثم نفتحه اداد فضايي منذ قربي نفتح الآن سوف نضع أفضل على الزجاج و نضع أفضل و و بنزين و نفتح بطريق الزجاج نضع الهوان و ترسل يبط على الأقل نبدأ بعد ذلك نكتب الانسان لطريقة ثم بخلق الآن نكتب الانسان ندفتح الانسان اذا ما فتحنا وما بمشي معنا بعد ذلك نيجي الانسان نقص نكتب الانسان نحن لابد موضوع و نحن نفسه نحن نحن سيذهب الى الضفاء سوف يتسرك نحن موضوع نرى دعوه يدور السيارة ويسوق ويجبه يدور هذا الهاتف وإذا كان يدور السيارة ربما يكون هناك مشكلة مع الترميشات الإنترية نجد السيارة يذهب ثم نرى إذا رجع ثاني يمكن أن يكون هناك خلال داخل الهاتف فأكل التقدير فأنا هنا كده بنخليه نسوق ثاني وإذا رجع معناته يجب أن يراجعوا شغلهم سوف يحاوله إذا كان يدور السيارة سوف يجب أن تتجه ويجب أن تتجه أو تحديد سوف يجب أن تتجه شكراً على المشاهدة اشتركوا في القناة هذا هو محمد حرود إدريس